لماذا لم يعد بإمكان بعض المواطنين التقاط محطة الـ LBCI وقنوات محلية أخرى؟ إنه التطور التكنولوجي الذي يستدعي التحول من البث التماثلي أو الأنالوج إلى البث الرقمي أو الديجيتال الـ LBCI ألغت البث التماثلي تمهيداً للانتقال إلى الديجيتال فلم يعد بإمكان من يتلقى المحطة من خلال هذا النوع من البث أن يشاهدها ولمشاهدة الـ LBCI مجدداً على من يتلقى المحطة من خلال اشتراك الكابل الاتصال بصاحب الديش وإبلاغه بالأمر ليعدل طريقة التقاطه المحطات الأرضية والأمر ليس معقداً ولا يستدعي كلفة إضافية أما لمن كان يشاهد الـ LBCI عبر الهوائيات الأرضية فعليه تركيب ديش صغير موجه صوب محطات كيبل فيجين، ديجيتاك أو إيكونات الانتقال من البث التماثلي إلى البث الرقمي يندرج ضمن التزام لبنان والدول العربية كافة بخطة معروفة باتفاقية جناف وضعها الاتحاد الدولي للاتصالات عام 2006 وتحدد 17 حزيران 2015 التاريخ الأقصى لتنفيذ الانتقال إلى البث الرقمي غالبية الدول نفذت هذا التحول علماً أن الولايات المتحدة بدأته منذ العام 2009 وليس حال أوني اوني